الدولة الحية في خلال الخمس سنوات الماضية وفي الوقت الحالي حصل جهود كبيرة ويمكن أنا بنعرض هذا الكلام بمنتهى الحيادية عشان نقارن إحنا عم نقول شكل آسى يحكم مصر من مئة سنة جايز كان شكل جميل جداً ولكن حبنا نوري كان حجم الإنفاق الدولة قد إيه وكان برضو التحديات اللي موجودة قد إيه عشان نعي إن مع عدد سكان الأوليل والظروف الاقتصادية بص برضو مصر كان لديها تحديات كبيرة مش قليلة من ارتفاع نسبة أمية كانت خمسة وتمانين في المية نسبة فقر في الريف كانت بتصل إلى أكتر من خمسة وسبعين في المية ده في الوقت اللي كنا بنقول الدنيا حلوة وجميلة وهدية فالنهاردة مع الدولة واللي بيتعامل النهاردة وطبعاً اعتباراً من 2014 ومحاولة الدولة وجهدها الغير مسبوك في تصحيح المصار النهاردة بقى عندنا حجم مشروعات وإنفاق الدولة نفزته وبتنفزه على مدار الست سنوات دول بتصل تكلفة هذه المشروعات إلى أربعة وتتجاوز الأربعة رليون جنيه النهاردة المشروعات دي كلها اللي تنفزت على الأرض نحن هنا حقين مش صور مستقبلية نحن بنتكلم على الواقع اللي تنفز النهاردة سواء في الصوب الزراعية اللي هو بيعتبر من أكبر مشروعات الصوب الزراعية على مستوى العالم من أكبر مصانع الأسمنت في الشرق الأوسط أكبر محطة طاقة شمسية في العالم النهاردة موجودة عندنا في أسوان عشان يمكن برضو أنا بحاول أن أنا بسترجع مع حضراتكم إذا كنا شوفنا حاجات من 1900 إلى 1950 لا عايزين نفرح بنفسنا اللي بيتعامل النهاردة ممكن يكون بيفوق بكثير جدا جدا اللي كان بيتعامل في هذه المرحلة ومحتاجين أن نشوف إحنا كدولة النهاردة إيه اللي بيتعامل في هذه الدولة أكبر شبكة طرق في تاريخ مصر كلها بتتنفز النهاردة المتحف المصري الكبير اللي حيبقى أكبر متحف عن مستوى العالم تاني مرة أخرى تقنيات تكنولوجيا كبيرة كبري تحية مصر اللي بيعتبر دخل موسوعة جينيس ريكورد كأعرض كبري معلق على مستوى العالم طبعا مشروعات الكهرباء إذا كنا بنقول إن مصر دخلت يعني مجال توليد الكهرباء في 1924 بمحطة حضراتكم شوفتوا شكلها كان عامل إزاي في هذه الوقت النهاردة إحنا الحمد لله عندنا فائد هائل من إنتاج الكهرباء بشغل إتعامل على مدار الأربع سنوات الماضية بيعتبر بجميع المقييس جهد غير مسبوق مشروعات محطات نياه الشرب وإن إحنا نصل إلى تقريبا مية في المية من تخطيط هذه الخدمة وده مهم جداً عندنا واحدة من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى العالم الجبل الأصفر وعندنا مشروعات ضخمة جداً النهاردة الدولة بتنفذها منظومة التعليم الجامعي الجديد اللي الدولة النهاردة بتنفذها وبتنشئ حجم هائل من الجامعات والمعاهد التكنولوجية والنهاردة الجامعات الأهلية اللي بدأنا بيها خطوات وكل ده علشان يعني نقدر نوصل بمستوى جودة التعليم إلى أعلى مستوى نفس الكلام في الجانب الصحي من تطوير المستشفيات وإنشاء مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل اللي احنا دخلناها النهاردة وبدأنا فيها بقوة والدولة النهاردة مندفعة فيها عشان تغطي هذه الخدمة المميزة لكل أهلين الحملات والمبادرات الكبيرة للدولة المصرية النهاردة الحقيقة متبنياها مبادرة مئة مليون صحة وعلاج فيروس سي مجانا وللعالم كله أشاد أن مصر الدولة الوحيدة اللي استطاعت أن فعلا تقضي على هذا الفيروس العنيف وأن احنا الحمد لله بإذن الله في أقرب فرصة ممكنها حتكون مصر خالية من هذا الفيروس بإذن الله الكشف المبكر المبادرات الأخرى سواء الكشف المبكر على اعتلال الكلوي صحة المرأة كلها مبادرات الدولة النهاردة بتنفذها وبتنفق عليها عشرات المليارات عشان خدمة أهلين في كل مكان في مصر النهضة الرياضية الكبيرة اللي بدأت تحدث في كل حاجة واستضافة محافل مسابقات دولية عالمية والمنتخبات بتاعتنا والأبطالنا في الألعاب المختلفة مشروعات الإسكان والجديد اللي بيحصل والنهضة الكبيرة اللي بتحصل في المدن الجديدة اللي بيتم تنفذها النهاردة في وقت واحد عمر في تاريخ مصر ما كنا بننشئ أكتر من خمستاشر مدينة في وقت واحد بالتوازي مع بعض مصر لما بدأت في موضوع المدن الجديدة كنا بنبدأ مدينة ولا اثنين ولا ثلاثة على الأكثر احنا النهاردة في وقت واحد بننشئ أكتر من ستاشر مدينة وعندنا في الخطة أيضا أدهم مرة أخرى حنبدأ ننطلق فيهم خلال المرحلة القادمة كل دي النهاردة حجم اللي بيعمل في مصر تطوير ممزومة النقل والمواصلات بكل المقييس اللي بتعمل النهاردة في قطاعات السكة الحديد ومتر الأنفاء وشبكات النقل الداخلي النهاردة هو حقيقي نهضة حقيقية لاستعادة ومحاولة طبعا تطوير والتراكمات الكبيرة اللي كانت بتعاني منها مصر إعادة رونق المدن الأديمة القاهرة التاريخية الأديمة إن احنا بنسترجحها إلى الشكل اللي هي كانت موجودة عليه في 1900 و1920 اللي في وقتها كانت القاهرة هي أجمل مدينة إحنا النهاردة بنرجحها بإذن الله وكل المشاريع اللي النهاردة بتتعمل علشان نرجع تاني جنبا إلى جنب مع العاصمة الإدارية إحنا بنرجع القاهرة الأديمة والإسكندرية وكل المدن المصرية عواصم المحافظات عندنا التصور اللي إحنا هنعمل عليه خلال المرحلة القادمة طبعا تطوير المتاحف أكبر حجم إنشاء متاحف بيحصل في تاريخ الدولة المصرية هو اللي بيحصل في خلال الأربع سنوات الماضية بدءا من الأربع سنوات الماضية حتى الآن حجم هائل من إنشاء المتاحف والأماكن الثقافية والتراثية اللي بيحصل على مستوى العالم لدينا إن شاء الله في خلال الفترة الجاية عندنا عدد كبير من المنشآت اللي إن شاء الله سنشرف بقيام فخامة الرئيس بيفتتاحها كلها بتؤكد حرص مصر الشديد على الحفاظ على تراثها وعلى حضرتها اشتركوا في القناة